السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السفر عبر الزمن هل هو يدرى مجرد خيال علمي ولا هو ممكن فعلا في فيديو النهاردة انا هشرح لكم بالزبط ازاي انا بسافر عبر الزمن واقول لكم كمان ازاي انتوا تقدروا تعملوا ده ولكن الاول خلينا نفهم اي هو بالزبط السفر عبر الزمن السفر عبر الزمن بكل بساطة هو عبارة عن الاندقال ما بين نقطتين او عدة نقاط مختلفة من الزمن وكانت الفكرة دي هي العنصر الاساسي في عمل افلام خيال علمي مش ممكن ننزاها ابدا على مر التاريخ زي مثلا فيلم باك تو دا فيتشر بكل اجزاؤه وفيلم ترمينيتور وانترستيلر وافلام عربي زي سمير وشهير وبهير ورسالة الى الوالي واللي نقشه الفكرة دي بصورة كوميدية وبطريقة ما قدرت الافلام دي انها تستحوز على خيالنا ولكن خلينا دلوقتي نرجع للواقع ونسأل نفسنا هل يطر فيه اي اساس علمي للسفر عبر الزمن بناء على فكرة نظرية النسبية لالبرت انشتاين السفر عبر الزمن قد يكون ممكن بحيث ان الوقت نسبي فهو يمكن ان يتسارع او يتباطق اعتمادا على مدى سرعة حرقتك بالنسبة لشيء اخر وده بيسمى بتمدد الوقت شوف يسير تخيل مثلا انك ركب سفينة فضائية بتسافر بسرعة قريبة من سرعة الدوق الوقت ده بالنسبة لك هيمر بشكل ابطأ مقرنطا بشخص تاني بس على الارض وده معناه من ناحية النظرية انه انت ممكن تسافر عبر الزمن لكذا سنة للمستقبل ولكنك بتعيش ده في خلال شهور او ايام قليلة طيب ده بالنسبة للسفر للمستقبل وبالنسبة للماضي هنا بقى هتلاقي الامور بقت صعبة شوية بحيث ان قوانين الفيزياء ما بتمنعش فكرة السفر للماضي عبر الزمن ولكنها برضو مش بتوضح طريقة واضحة لتحقيق ده بعض الناس منكم دلوقتي هتتسائل وتقول طيب يا عمر ده كلام علمي معقد جدا ولغاية دلوقتي ما قلتش ازاي انت بتسافر عبر الزمن هقولك شوف يا سيدي انا هشرح لك ازاي انا بسافر عبر الزمن وازاي انتوا كمان تقدروا تسافروا عبر الزمن وازاي كمان انكم اصلا بتسافروا عبر الزمن بس من غير ما تحسوا ولكن مش بنفس المبدأ اللي في الافلام او المعنى الحرفي للسفر عبر الزمن انا مقيم في امار الدبي في دولة الامارات العربية المتحدة بل كبال في الزمن بتاعتي وهي في الحالة دي بيكون سيارتي اللي بتوديني على موقع جميلة الاثري في امار الدبي عشان اسافر عبر الزمن للماضي على سبيل المثال لحقبة العصر العباسي واناك بشوف ركام او بقايا العصر ده مع توفير جميع المعلومات اللي قاصة بالمكان ولو حبيت اني اسافر مثلا لفترة القرن التاسع عشر بروح على حي الفهيدي التاريخي بشوف فيه ازاي الناس كانت عايشة في الفترة دي من خلال المباني اللي مازالت موجودة لغاية دلوقتي وبقايا الادوات والاشياء اللي كانت موجودة في الحقبة دي وبعدها لو قررت وحبيت اني اسافر للمستقبل بتجه لواحد من اشهر المعالم اللي موجودة حاليا في امار الدبي وهو متحف المستقبل واللي فيه بشوف رؤية اللي ما سيكون عليه المستقبل في سنة 2070 وازاي هيكون نمط المعيشة والتكنولوجيا في الوقت ده وده معناه ان السفر عبر الزمن ممكن تحقيقه ولكن من خلال تجروب تيل ده واختياري لكده طيب ده بالنسبة لي انا شخصيا بالنسبة ليكو انتو هيكون ازاي وازاي بتسفر عبر الزمن من غير ما تحسوا وخليني اقولكو بكل بساطة انكم مثلا لو قررتوا انكم تزوروا متحف من المتاحف اللي بتتكلم عن الماضي او قررتوا انكم تروحوا مثلا اهرامات الجيزة بكده بدون ما تحسوا انتو سفرتوا عبر الزمن وشفت الوقت ده كان عامل ازاي من خلال الاصار والمعلومات الموجودة في الاماكن دي واللي بتديك احساس ازاي الناس كانوا عايشين في الفترات دي فيه كمان في بعض الدول زي امريكا وانجلترا الناس هناك بتسفر عبر الزمن ولكن بطريقتهم الخاصة واللي هي بتكون عن انهم بيعملوا حكاة لحقب معينة من الزمن زي مثلا على سبيل المثال فترة الحرب الاهلية في امريكا او فترة الحروب الصليبية في انجلترا وده بيكون من خلال انه بيكون هناك عروض لاعادة الاحداث دي مرة تانية في اطار امن طبعا والناس اللي بتحضر البعض منهم بيلبس ازياء من العثور دي عشان يحسوا فعلا انهم عايشين الحقبة دي وبكده بيكونوا هم سفروا عبر الزمن من غير ما يحسوا بدا وده شيء موجود تقريبا في كل بيت وخلينا هنا نتكلم عن وطننا العربي وازاي احنا بنسافر عبر الزمن للماضي بس من غير ما نحسه شوف يا سيدي معظم شبكات قناوات التلفزيون او المنصات الاعلامية حاليا في الوطن العربي فيها قنوات خاصة ببرامج وافلام ومسرحيات ومسلزلات من الزمن الماضي واللي من خلال مشاهدتنا ليهم بنعيش الفترة الزمنية دي إذا كانوا من التلاتينيات او اربعينيات او خمسينيات او ستينيات او سبعينيات او تمانينات او تسعينات وهكذا ها وصلت الفكرة السفر عبر الزمن هو فكرة والفكرة لا تموت وكلمة مستحيل المفروض ان هي تتشغل من القوميس وهنا ايفضل السؤال الاكبر هل يترى السفر عبر الزمن بمبدأ الخيال اللي تم منقشته في الافلام عقيقة ولا خيالة اتمنى يكونوا عجبكم فيديو النهاردة ولو عجبكم الفيديو ياريت شاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك اذا تكرمتم وبشوفكم من المرة الجانية ان شاء الله ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة